السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية ان شاء الله بهذا الفيديو بهذا الفيديو راح نتكلم حول الدعوة او كلام للشيخ احمد سلمان وهو يتكلم عن الدعوة التي توجهت اليه من جحفر توك لبرنامجه بخصوص زواج القاصرات وبالتأكيد راح نستمع الى رفض الشيخ احمد سلمان الكلام كان بخصوص الاعلام والتأثير الاعلامي ونصح التعبير السوداوية الاعلامية التي يحملها بعض من الاعلاميين لذلك جحفر توك هو حقيقة خطر جدا كبير على المجتمع العربي بصورة عامة وعلى المجتمع الاسلامي بصورة خاصة جحفر توك قبل فترة جدا قصيرة تم اعلان عن برنامج في العراق يناقش مواضيع جدا حساسة لكن الفترة العراقية رفضت ذلك والغت هذا البرنامج قد يقول قائل هذا قمع للحريات اطلاقا ونهائيا ليس قمع للحريات ليس تناول او رفض شخص بعينه وبذاته انما رفض الفكرة والافكار التي يحملها وهذا بالتأكيد هو الحق القانوني لذلك الحق القانوني وحريات الشخص والفترة السليمة ترفض هذه البرامج وهذه الافكار وليس الدعوة عنف ضد شخص بعينه لذلك الغاب برنامج جحفر توك في العراق قبل عدة اسابيع كانت خطوة جدا ممتازة اما الآن نترككم ان شاء الله مع كلام لشيخ احمد سلمان وهو يبين من هو جحفر توك وكيف يؤدي دوره بالانحلال القيم الاسلامية والقيم المجتمعية الموجودة في العالم الاسلامي وخاصة كونه برنامج موجه للعراق وايضا يتكلم حول رفض ولماذا رفض الشيخ احمد سلمان دعوة جحفر توك في البرنامج نستمع الى هذه الكلمة وبعدها ان شاء الله نرجع بالتحقيب العام الشامل بطريقة بسيطة جدا ومختصرة فاخليكم الفيديو اول شيء الاعلام الفاسد عندنا اعلام فاسد جدا ويدعو للانحلال الجنسي تحديدا مثلا هناك برنامج موجه للعراق تحديدا كل مواضيعه وملفاته جنسي اش اسم البرنامج جعفر توك لا معروف بعد الرجل يجي يصور في العراق هذا الرجل ملفاته كل جنسي بدأ بقضية الحجاب ثم الزواج زواج المتعة لعله حلقة ثم بدأ شيئا فشيئا زواج القاصرات وتوسع الامر الى الشذوذ في كاس العالم ذهب مقابلات مع الناس احسن في قطر حول رأيهم في الشذوذ حتى القضية هذه اللي اثرت قبل ايام والبعض كل الشعب ارسل للمن موضوع هذا امرأة من تونس ماذا فعلت قريبا بتتزوج اثنين والشيخ اللي عقد انت خلي ايه ستتزوج رجلين ولكن الحمد لله وعدت بماذا بالعادل حمد لله هذه في جافر تورق قبل سنتين سنتين ذكر هذه القضية وصار برنامج حولها وترويج له اعلام فاسد يروج لهذه الامور ويرسخها تحت عنوين حرية علم فهم معرفة حداثة انا نقول قضية ممكن ما يعرفها انا دعيت مرة الى برنامج جافر توك دعاني ما الموضوع قال موضوع مناقشة في قضية الشذوذ الجنسي وانا ما عندي مشكلة بالعكس انشروا الحق من حيث ما انتشر الباطل وفق مبدئية كان التصوير في العراق سيلا من الذي سيحظر اول برلماني اوروبي عابر جنسيا وشاذ خلطة يعني كانت من هذا القبيل شنو يعني تدعو شخص من الشرق وشخص من الغرب والتصوير في العراق والحديث عن القوانين الاوروبية في هذه القضية بعنوان تطور وبعنوان حداثة القضية فيها رفضت رفضت الحضور ورفضت حتى البث ان ادخل بث فيما بعد اكتشفت ان القضية فخ لا مو بالضروح انا لو ذهبت استطيع انكسر البرنامج ايه لا يكسر يكسر لا الان ما في احد ما يعرف عنه البرنامج هذا ما احد ما ما صار يعرف عنه الان اذا وصلت القضية الى حد من الشهرة هو محذور فقه هذا قضية ترويج. أن يلزم من الفعل ترويج الباطل. هذا المحذول الذي يتكر في الفقه. زين. إذا الباطل الآن مغوّج وملايين المشاهدات بعد أنا حضوري أو غيابي مترويج. الآن بالعكس الآن دورونا أن نميط الباطل وأن نكسر الباطل. أحسنت العكس قد يكون العكس أحسنته. فيما بعد اكتشفت أنه فخ مثل الفخ الذي يفعل مع ذاك الشيخ في قضية زواج القاصرات التمثيلية التي حصل إذا تذكرونها. فهذا الإعلام قوي ويؤثر وبالفعل كثير من الناس تأثروا بهذا الإعلام. يعني اعتقدوا بهذا الأمر. الإعلام يحدثك الطب العلم الحديث قضية فطرية. هذه جهة. وعندنا ناس موظفين. هم موظفون. لعله غير معتقد لا بشذوذ ولا شوه ولعله يمقط الشذوذ. ولكن كل شهر يأخذ ماذا? مرتب شهري لأجل ترويج الشذوذ في هذه الأرض الطاهرة. وبعض قد يتعجب من هذا لا. الأعجب أنه في شهر من السنة شهر ستة كل الشركات العالمية تغير شعارات شعاراتها بالألوان الألوان المعروفة. أي شهر. شي سموه الشهر. هو شهر الأحسن. برايت. برايت ما نتقل. باوت. فخ. سموه الفخ. حياكم الله بجديد. بكل اختصار وبكل بساطة. وكلمات جدا قليلة. الإعلام الفاسد. هو الذي يروج إلى هذه الأفكار. الأفكار التي تؤدي بالمجتمعات حقيقة إلى الانهيار. وإلى الدمار. وإلى حقيقة العدم. هذه الأفكار التي يطرحها جحفرتوك. هي أفكار تؤدي بالإنسان إلى العدم. أنا جحفرتوك منين عرفتها؟ عرفت من أحمد البشير. وكنت أروج لي أحمد البشير. وكنت أروج لي جحفرتوك بحجة الحرية وبحجة الحريات وبحجة وبحجة وبحجة. اللي أريد أقوله وبخطام الفيديو. اللي أريد أقوله لا تنغروا يا شباب. لا تنغروا بهذه المسميات وبهذه الشعارات حرية تحرير نقد ما عرف شنه. كل هذا كل هذا شيء يجر الشاب ويجر المواطن أو يجر المجتمع بصورة عامة يجرهم إلى العدم وإلى التهلكة وإلى رفض مبادئ الإسلام وإلى رفض الإسلام وإلى الإلحاد وإلى الشذوذ وإلى وإلى وإلى. لذلك يجب علينا أن نكون على القدر الكافي من المسؤولية لتمييز هذا الإعلام الخبيث. الإعلام الفاسد الذي يتعارض مع المبادئ التي نحن عليها. هذا هو فيديو اليوم. وانتظروني إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظروني خادمكم ومحدثكم علي. وفي أمان الله. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر